مرحبا بكم في مكتبة العم عارف سنتناول اليوم موضوع معرفة الإخوة والأخوات هذا العلم هو إحدى معارف أهل الحديث التي اعتنوا بها وأفردوها بالتصنيف وهو معرفة الإخوة والأخوات من الرواة في كل طبقة وإفراد هذا النوع بالبحث والتصنيف يدل على مدى اهتمام علماء الحديث بالرواة ومعرفة أنسابهم وإخوتهم وغير ذلك كما سيأتي من الأنواع بعد ذلك ومن فوائده أن لا يظن من ليس بأخ أخا عند الاشتراك في اسم الأب مثل عبد الله بن دينار وعمر بن دينار فالذي لا يدري يظن أنهما أخوان مع أنهما ليس بأخوين وإن كان اسم أبيهما واحدا وإليكم بعض الأمثلة مثال للاثنين في الصحابة عمر وزيد بن الخطاب مثال الثلاثة في الصحابة علي وجعفر وعقيل بن أبي طالب مثال للأربعة في أتباع التابعين سهيل وعبد الله ومحمد وصالح بن أبي صالح مثال للخمسة في أتباع التابعين سفيان وآدم وعمران ومحمد وإبراهيم بن عيين مثال للستة في التابعين محمد وأنس ويحيا ومعبد وحفصة وكريمة بن سيرين ومثال للسبعة في الصحابة النعمان ومعقل وعقيل وسريد وسنان وعبد الرحمن وعبد الله بن مقرن وهؤلاء السبعة كلهم صحابة مهاجرون لم يشاركهم في هذه المكرمة أحد وقيل إنهم حضروا غزوة الخندق كلهم وأشهر المصنفات في الإخوة والأخوات كتاب الإخوة لابن فطيس الأندلسي وكتاب الإخوة لأبي العباس السراج أتمنى أن يكون هذا الدرس من كتاب تيسير مصطلح الحديث للدكتور محمود الطحان قد أثادكم وألقاكم في حلقات مقبلة إن شاء الله شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر